مرة تانية برحب بحضراتكم يعني أنا قبل الفصل كنت بتكلم مع كابتن محمود على الطريقة والتشكيل بس برّ حسابات الطريقة والتشكيل برّ ناحية الفنية دي أنا بتغلي في حسابات تانية كتير جداً مرتبطة بلقاء قمة بلقاء أهلي وزمالك يعني حتى على مستوى اللعيبة كويس إنه المطش جاي بدري شويتين يعني شوية هيقلل من نسبة التوتر والتحفز اللي ممكن تبقى موجودة لكن في النهاية بالنسبة لعيبة الأهلي وزمالك هم معرفين إنه اللقاء ده ومردود اللقاء ده عند الجمهور في حتى تانية خالص وبالتالي الموضوع مش بس بتغلي كابتن محمود فكرة أنك أنت تبقى جاهز فنياً وعدنياً وتبقى موفق في الطريقة والتشكيل اللي أنت هتخذ به المباراة أنت قالي فيه ناحية ناحية إعداد نفسي كمان مهمة يعني أنت ممكن تكلمنا شوية أنتوا حتى كلعيبة بينكم من بعض أو حتى الجهاز الفني معاكم ناحية الإعداد أو التحضير النفسي والزهني لمواجهة قمة كيف تكون إزاي؟ بص هو طبعاً ما فيه الشك أن أي لعيب لما بيجي في بداية الموسم بيبص في الجدول هو مستني مباراة أهلي وزمالك مستني أنه هو ستبقى تقيلة كابتن محمود تقيلة طبعاً مباراة إيلا بتبقى أنت كالعيب بينك ونفسك مهما كنت جاهز فايق بتبقى شايل هم مباراة زي دي؟ طبعاً مباراة إيلا جداً وليها حسابات وليها ترتيبات وليها تركيز غير عادي مش التركيز الأوفر اللي هو ممكن يخليك وحش في مباراة لكن ليها تركيز معين أن أنا بلعب في مكاني بشوف من اللي أنا هلعب أصاده بقره بقره حركاته اتجاهاته كرته عاملة إزاي فما فيش شك طبعاً أن العيب نادي الآلي هي أريا العيب نادي زمالك والعكس صحيح أكرم طفية عارف بن شرقي بيعمل إيه معلوله عارف زيزو أنه يتميز بكورسات لو كفتين كده أكرم بن شرقي أكرم طوفيق أنا لسه كنت بقول لك في الفاصل من اللعيبة اللي صعبة تترقص في الدور المصري من اللعيبة اللي أول ما بيترش كورة برجل يمين بيعرف جاب برجل الشمال فأكرم من العناصر الأساسية كفتين لو أكرم بن شرقي أنا بشوف أن أكرم هيصعب الأمور جداً على بن شرقي في النواحة الدفاعية هيعدي كتير جداً ضرب ضرب في مطش البنك الأهلي لأنه هو العيب من اللعيبة الرجالة يعني خد كم ضربة بس في الآخر قام من اللعيبة الرجالة اللي فعلاً تقدرهم يعني صحيح علي معلوله وازيزو مباراة ما بينهم مباراة جبيرة وازيزو من اللعيبة كويسة جداً تدي بكرة لو أنت بتتكلم معلول فنية تدي له بكرة واجبات دفاعية أكتر منها هجومية أكيد ألا تطلب منه لاتنين لا طبعاً طبعاً معلول واجب دفاعي عنده وبنسبة 70% أهم من النواحي الهجومية لأن أنت عندك اللي قدامك سواء برستاو سواء حسين الشحات كهربا عمار أحمد عبدالقادر أي أن كان مين اللي يلعب يقدر يعمل يقدر يقوم بالنواحي الهجومية طالما بتلعب أربعة قدام ثلاثة وقدامهم شريف لكن عندك نواحي دفاعية لأكرم توفيق وعلي معلول هم أهم اتنين في الملعب هيعمل عليهم التشكيل مصر المسلماني وهيعتمل عليهم بشكل كبير لأن خطورة الزمالك هي في الطرفين في بن شرقي وفي زيزو زي ما قلت حالة اللعبة في اليوم ده هتبقى عاملة إزاي مهما أن كنت أنت مركز في المباراة مصر المسلماني كتشكيلة كنواحي فنية نواحي نفسية بيتكلم على اللعبة كتير لكن حالتك أنت في اليوم ده هتبقى عاملة إزاي في المباراة ممكن تكون موفق وممكن تبقاش موفق بسبب التركيز الزيادة فأنا أطالب طبعا اللعبة أن ما يبقاش التركيز أوفر يبقى التركيز في الحدود لأن أنتو كده كده كل واحد عارف في مكانه مين هيلعب وبيعمل إيه فبتمنى لهم طبعا التوفيق